في نقطتين أثرتهم محمد مسألة نظرتي لمجتمعاتنا ونظرتي للغرب أفتكر نظرتي كانت من البداية لمجتمعاتنا أن نحن مجتمعات اتراهن على الخير فيها وهي ثبت لي في الغرب ثبت لي أن أنا في هاي جانب كنت على الصواب أنا ما قاعد أعطيك نظرة مثالية بس هاي حقيقة يعني ممكن تأخذ أي محك أو أي تجربة تقيس فيها أنت مو ممكن في الكويت تشوف أحد في الشارع طايح ما تهتم فيه أو يكون عندك هوملس ولا في البحرين في الغرب لا يعني أنت تمشي تروح للجامعة وتريد تروح للشغل وتشوف الناس مصففين وممكن حتى تريد ثاني يوم بعضهم مختفين لأن تجمدهم من البارد وماتهم بس مو غضية الناس عدل ولا أنا فهي صدمة صدمة للإنسانية شون نقدر نعيش ونتنفس وناكل وننام ونعرف أن ناس خلف جدراتنا قاعدة تتجمد وما عندها تاكل ولو بعدين يحذرونك أنه ليكون تتعاطى معاهم ممكن يكونون مجرمين أو ممكن يكون مرضوا نفسيين يعني هذه إحنا ما عشناها في الخليج وإن شاء الله عمرنا ما نعيشها يا رب فهي كان على المستوى الغربي هالدعاءات بالكيمو الدعاءات واقعة ومتطور ومسيطرة على العالم بس مو سيطرة أخلاقية سيطرة قوة وعلم أخلاق إنسانية هاي أساس الإنسان يعني أنا من الأسئلة اللي كانت تتعبني وما كنت عارفة بس كان في حالات صراع إن إذا أنت إنسان متطور يعني مثل لما نشوف واحد غاني ورزه وكشخه معنات أوتوماتيكلي على مستوى لا شعور إن أخلاقيات زينة إنه كريم وطيب لا 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 مو شرط الحضارة الغربية نفس الشي يعني إذا أنا أتكلم بشكل مجازي إن هالحضارة الغربية على هالتطور وهالتكنولوجيا هالجمال وهالطبيعة معناته هو طيب وهو لازم يكون سيد العالم هو صاحب الأخلاقيات وهو لازم يكون صاحب الإدارة وهو صاحب التعليم وهو صاحب الاقتصاد وهو صاحب كل شيء وهو اللي يغرر لي يشتون أبني يشتون آكل يعني إحنا حتى مسألة الكورونا والغرب قاعد يغررنا مو إحنا عادل والله لا كمامات مو كمامات نزل نيش هاتق العمية مو هام نفسهم اللي قتلوا ملايين مو هام نفسهم اللي مذابح سووها في أفريقا ومستمر مو هام نفس الدولة مثل فرنسا سنويا انتخذ خمسمائة مليار تشفط تسرق من أفريقيا مو هي نفسه وبينما الأفارقة يموتون من الجوع وين الأخلاقيات إهني وين ها السيد الأبيض الفاضل لا مو فاضل مجرم مجرم في ملابس ديزاينر واحنا منبهرين فيه واحنا إما عنا مجي وراه